من الملامح الواضحة والواضحة جدا في المنهج الطوسي النجفي الكربلائي البتري القذر النجس أتحدث عن نجاسة معنوية لأن الأمر يرتبط بالعلوم والمعارف الدينية لأن الأمر يرتبط بمعارف القرآن وحديث العترة الطاهرة من الملامح البترية الواضحة في هذا المنهج بتره لوصية النبي النبي أوصانا وبين لنا وصيته في حديث الثقلين ماذا فعل المذهب الطوسي البتري القذر بتر وصية النبي فقطع هذا الحديث وتمسك بالقرآن على الطريقة العمرية وأدل دليل على ذلك تفاسيره تفاسيره ما هي هذه القذارة التي كنت أقرأها من تفسير التبيان ومن تفسير البيان وما بين التبيان والبيان هناك الكثير من الخريان في تفاسير العلماء البتريين ما بين التبيان والبيان التبيان للطوسي والبيان للخوعي ما بين التبيان والبيان هناك الكثير من الخريان لمراجع الحوزة النجفية الكربلائية البترية الوسخة الكتب موجودة أنا لا أتحدث عن شيء غائب تفسير أهل البيت موجود وتفسير البتريين النجفيين الكربلائيين موجود وتفسير نواصبي سقيفة بني ساعدة موجود على المنهج العمري وبإمكانكم أن تكتشفوا الحقيقة بأنفسكم أو تعودوا إلى برامجي كي تطلعوا على الحقائق والوثائق البين لقد بتروا وصية رسول الله هم بتريون بتريون بتروا وصية رسول الله فعزلوا العترة عن الكتاب وتمسكوا بالكتاب على الطريقة العمرية بيعة الغدير كذلك يلقلقون بالألسنة من أنهم مع بيعة الغدير هؤلاء كذبون كذبون إنهم ما عملوا ولا بحرف واحد من مواثيق بيعة الغدير لقد بتروا مواثيق بيعة الغدير على جميع المستويات على مستوى تفسير القرآن على مستوى استنباط العقائد على مستوى استنباط الفتاوى والأحكام وعلى مستوى مناهج الأخلاق والسلوك على جميع المستويات على مستوى قراءة التأريخ على مستوى الثقافة وسائر أبواب المعرفة الدينية لقد بتروا مواثيق بيعة الغدير بتروا وصية رسول الله وبتروا مواثيق بيعة الغدير وجاءوا إلى سلسلة الأئمة المعصومين الأربعة عشر وبتروا إمامة فاطمة وأنكروها بتريون هؤلاء بتريون في كل شيء بتروا كل شيء فمثلما بتروا وصية رسول الله في حديث الثقلين وبتروا بيعة الغدير حينما بتروا مواثيقها ووضعوا المواثيق جانبا هم يلقلقون بالألسنة فقط من أنهم يعتقدون ببيعة الغدير ألا لعنة الله على عقيدتهم كذابون هؤلاء سلسلة الأئمة المعصومين الأربعة عشر بتروا إمامة فاطمة منظومة العقيدة في دين العترة الدين له أصل واحد هو الإمام المعصوم بتروا هذا الأصل وجاءونا بمنظومة مسخ جاء بها الطوسي جمع ما بين عقائد الأشاعرة والمعتزلة وأضاف إليها ما أضاف أضاف إليها الإمامة بحسب معرفته المختلة بالإمامة فجاءنا جاء الشيعة بأصول الدين الخمسة بتروا الأصل الرئيس بتروا أصل الأصول الإمام المعصوم يا علي رسول الله يقول لأمير المؤمنين يا علي أنت أصل الدين أنت أصل الدين مر الكلام في هذه المطالب فعمد هؤلاء البتريون فبتروا أصل الدين ووضعوا لنا منظومة عقيدة مسخ إنها منظومة أصول الدين الخمسة ورجعوا إليها وقسموها إلى أصول دين هي بالضبط أصول الدين عند الأشاعرة عند أنصب النواصب التوحيد النبوة المعاد هذه أصول الدين أما الإمامة والعدل فإنها أصول المذهب ألا لعنة الله على عقائدهم بتريون هؤلاء سفلة بتمام معنى الكلمة يضحكون على الشيعة الشيعة حمير حمير أتحفوهم أتحفوهم بالوثيقة الديخية ما رد أجيب الأسماء راحت قال لي أذر على شنو مستعجب على شنو مستعجب قلت لأخر بابل ما توصل للنوبة إليها قال توصل اطمئنم تركبهم يعني باش اش يعلم تركبهم وتقول لهم ديخ والله نح عبارة واحد من الأعلام أتحفوهم خمسة قال لي مستعجب موش درعب إليه تركب يعني خلاقه أغاميشيني كما تكون خلاقا أغاميشيني جميع بغلاقه كان حالة السنوات حقوش ديخ ديخ عبارة ديخ عبارة ونصح عبارة كنا على تفا وكلكم تعرفونا لأنه ما لتأجيب الأسم عبارة قال تركب مثل ما تركب نعم وضاي ديخ وشيء لا معلم إجمالية هذا هو واقع واقع الشيعة لا الواقع الشيعة هذا هو الله هذا هو واقع الشيعة